22 يوما منذ بدء سريان الهدنة الأممية وما تزال الميليشيا الحوثية تحشد نحو الجبهات الجنوبية والغربية في محافظة مأرب تقوم بحجد المزيد من الآليات العسكرية والعناصر إلى هذه الجبهات وتقوم أيضا بعمليات خروقات كبيرة بقصف مواقع الجيش الوطني وإرسال الطيران المسير وأيضا تقوم بعملية خلدق للمواقع التي تتحصن فيها هذه المواقع المفتوحة في منطقة السلامات كان الجيش الوطني قد سيطر عليها قبل بدء سريان الهدنة الميليشيا الحوثية تقوم بهجوم مكثف خلال الأيام الماضية لاستعادة هذه المواقع كما تقوم بهجوم على مواقع الجيش الوطني في محاور أخرى من الجبهة الجنوبية الجيش والمقاهم ملتزمين بالهدنة والحوثي لا زال يهاجم ويحاول استعادة هذا الكثبان ولكن ولله الحمد يتم تصدي له والدفاع وردعه وتوجد لازات الجثاث مرمية بين منحضرات جبل البلق الشرقي والكثبان الرملية تستمر الميليشيا الحوثية بالدفع بتعزيزات عسكرية في محاولة لاستعادة المواقع التي سيطر عليها الجيش الوطني قبل بدء سريان الهدنة إننا في هذا اليوم الثاني والعشرين من أيام أعلان الهدنة ولكن الحوثي لا زال مستمرا في اختراقه لتلك الهدنة منها الحشد المستمر بكل طاقاته وعتاده إلى الحدود المجاورة لخط التماس إلى جانب ذلك أنه استقل عدم وجود الطيران في حشد المعدات القتالية بصورة دائمة وحشد العديد من أبناء الوطن المغرر بهم إذن هذه اتباب لعيرف وهي الجبهة الأكثر اشتعالا خلال الأيام الماضية وخلال الهدنة الإنسانية فقد أقدمت الميليشيا الحوثية على تعزيز تواجدها في هذه المنطقة وأصبحت قرية العمود وقرية يعرى ثكنة عسكرية كبيرة للميليشيا الحوثية التي استغلت غياب الطيران وقامت بحشد المزيد من الآليات العسكرية والعناصر إلى هذه المناطق محمود الحميدي لقناتي العربية والحدث من الجبهة الجنوبية لمأرب